السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله متابعينا متابعي راديو الثورة على موجات الـFM 94.2 و98.2 بالإضافة لصفحة راديو الثورة مباشر اليوم الأول من تشرين الأول 2023 موعد انطلاق مهرجان أسواق إدلب 2023 مثل ما وعدناكم قبل أيام نحن كنا بالتجهيزات واليوم كان الانطلاق حقيقة رح يكون عنا جولة إن شاء الله ويتكونوا معنا على مدى تقريبا قرابة ساعة من الزمن نمشي ونشوف عديد الفعاليات رح يكون عنا مسابقات وجوائز خليكن معنا يسعد مساكن من الفعاليات الكتير حقيقة المشاركة لكل عشاق القهوة القهوة المعروفة طبعا بن الأحلام أنا أمامها الآن مباشرة يصيرني أني سلم على الناطق باسم الشركة السلام عليكم سعد مساك يا طيب الله يسلمك يا روك الله عرفنا بحضرتك بداية طارق حيل من مؤسسين بشركة أحلام التجارية إن شاء الله للأمانة يعني شركة الأحلام ضمن مدينة إدلب هون معروفة يعني بلنا الأحلام بعض ربما يسأل مثلا شركة الأحلام بحاجة أنه تجي تشارك بهيك معارض طبعا بالتأكيد يعني إذا نحن مع قدمنا عروضنا وهدايانا للمتسابقين وللزبائلنا الكرام وهذا المهرجان الهدف منه غسم البسمي على كل الموجودين في هذا المعرض نحاول قدر الإمكان تكون الأسئلة بسيطة نوعا ما لحتى الربح أكبر عدد ممكن من الجوائز طيب مع الأخ هون حتى سلم عليه أول شيء سلام عليكم السلام عليكم أستاذ مساك أنور محمد صالح أنور كيفك؟ إن شاء الله بخير من ويننا أنور؟ من سيجة يا أهلا وسهلا سهل الروج حياك الله أنور في نبي في ميزتين له ألا قرح قل لك الميزة الأولى إذا ما عرفتها بساعدك ممكن بالتانية هو بلقبه بأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وله ميزة تانية كمان إبراهيم رفعوا رب العالمين هرأوا نمروا هو القيام بالنار تماما طبعا هو سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي طبعا أكيد مبارك إن شاء الله سعطيك العافي حياكم الله طبعا متابعينا جوائزنا أكيد مقدمة من بن الأحلام على كل حال أنا بدي تشكرهم بن الأحلام الله عطيك العافي يا رب برك الله فيكم حياكم الله الآن أنا أمام إحدى الشركات اللي هي شركة ألبس شركة الوسيم التجارية بدايتها نسمحولي أن نسلم على صاحب الشركة السلام عليكم سلام عليكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا ميت أهلا وسهلا شكرا مثل هيك معارض قديش يعني مهمة وتساهمك بحركة تجارية وبيع مثلا أكيد هي كتير مهمة يعني بالنسبة للتجارة أو للناس بشكل عام حتى يعني نحنا وجميع الشركات قدمين كتير عروض لناس تسهيل يعني على هاي الكلمة هاي الكلمة العروض وش عندك عروض عندنا كتير عروض نحنا مسلا طبعا بس حصرا بهاي الأيام يعني هاي الأيام المعرض يعني هي فرصة حين نقول ايه فرصة خين نقول ايه في عندك عروض تبدأ من الخمسين ليرا للبلوزي للميتين ليرا لأفضل بلوزي يعني بتحسين دخول نحنا قدمنا نزبون يعني نشوف عنا قسم عروض وقسم مفرق نظامي هدا يعني سعره النظامي وهون قسم الجملي نحنا عنا يعني طبعا شركة الوسيم متابعين عندهم جوائز وراح نشوف نحنا أول الجوائز اللي ممكن يعني معي الأخ هون السلام عليكم وعليكم سعد مساك يا طيب مساك كيف الصحة إن شاء الله بيخير الحمد لله اسم حضرتك زائر زائر يا حي الله زائر كيفك أمني عنك الحمد لله إن شاء الله بيخير الحمد لله نحمد الله بدي اسألك سؤال بسيط وربحك جائز إن شاء الله خالد الله تمام أسد الله سيدنا حمزة سيدنا حمزة حمزة بن مين حمزة بن عبد المطلب بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب أكيد إن شاء الله مبارك طبعا هاي الجائزة من عند شركة الوسيم التجارية مبارك إن شاء الله حياك الله تحية أبو بكر وعثمان سيدنا علي بن أبي طالب طبعا يعني رابع الخلفاء الراشدين طبعا مبارك إن شاء الله خالد انا معي البنوتة كمان الصغيرة. تمام. السلام عليكم. نسعد مساكي. تعرفين بي حضرتك? مريم. مريم كيفك? الحمد لله. الحفظاني قرآن ولا لا مريم? مانك حفظاني? طيب ازا سألتك مثلا اه مين ابو للرسول صلى الله عليه وسلم تعرفين? محمد ابن مين? اي ابن عبد الله ولا ابن اه احمد ولا ابن ابو بكر? ابو بكر. محمد ابن? اي تساعدوها يا جماعة يلا. محمد ابن مين? اي محمد عبدالاخدلاني يمكنه طيب طيب. طيب على كل حال انا راح ربحك اه مريم مبارك ان شاء الله. طيب. على كل حال اه مكملين معكم اه متابعين اه نحن طبعا اه جوائز اليوم من عند شركة اله اه الوسيم التجارية. شركة الوسيم يعطيكم العافية. الله يزاكم الخير. طبعا ممكن احنا نرجع لعندكم تاني مرة ان شاء الله خلال الايام القادمة. اهه تمام بالمركز الرئيسي يا جماعة. الله عطيكم العافية. بارك الله فيكم. انا على وصلت عن شركة الحمودي التجارية. اه حتى سلم على صاحبها بداية. السلام عليكم. سيصعد مساك يا طيب. ان شاء الله بخير. الله يحب مني عنك. اياكم الله. عرفني بي حضرتك بداية. عبدالقادر حمودي. ياهلون سهل. الله يكرمك يا رب. عبدالقادر حمودي. نعم. شركة. شركة حمودي التجاري. عرفنا بشركة الحمودي. شو? شركة الحمودي التجاري. الوكلاء الحصريون. اه لأفضل المنتجات الغذائية في سوريا بازن الله. حلو. ارز بليار. سمني ميو اذاعش. يا سلام. سمني قيطاز. اه سمني جنة. اه جميع منتجات زالت شعلا. حكيني عن العروض. هذا اهم شيء الناس بالتبه. العروض اه حاليا ان شاء الله اه عامين عرض مميز. اه. ان شاء الله اه اشتري بقيمة عشرين دولار. اه لك هدي مباشرة. بقيمة ثلاثين دولار هدي اكبر. بقيمة خمسين دولار اه خلاط مع مطحني. بالاضافة. اه. تدخل على جوائز كبيرة بشكل مباشر. يعني. الهدي الان. خطون يعني. تاخدى مباشر وبالاضافة تدخل على السحب على جوائز غسلات. خلو. افران. اه. شاشات وعديد من الجوائز ان شاء الله. جميل جميل. اذا يا جماعة ترى العرض هون عند اه شركة الحمودي شيء مغري. بيمكانكم تتوجهوا لهون اه مباشرة. الاسعار راح تكون باجملة الجملة. اسعار جملة جملة. عشان يعني. يعني اسعار مخفضة بشكل كبير بالاضافة للجوائز. حلو. اسعار مخفضة بشكل كبير بالاضافة للجوائز ان شاء الله. شع الله. طيب. معنى الجوائز نحن بدنا يعني كمان نربح ل standard basis. تفضل. تفضل. جوائز جهاز يسال تفضل. طيب. اه. السلام عليكم. اسعد مساك. عرفنا بichضرتك. محمد. Krzysz famine. حمد كيفك. الله كيف الصحة إن شاء الله بخير طيب وقت اللي بيحكي أنا عن الأنبياء حكينا من شوي عن أول الأنبياء هو سيدنا آدم من كم يوم ربما يقال يعني هو طبعا ما هو مؤكد أنه بهذا الشهر ولكن تأكدت وفاته بهذا الشهر بربيع الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا يا جماعة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بـ 12 ربيع الأول لكن المؤكد أنه لم يؤكد أنه ولد لكن المؤكد أنه توفي بـ 12 ربيع الأول عطونا جازة يا جماعة مبارك إن شاء الله طبعا السلام عليكم سيد مساء إن شاء الله بخير كل ما ارتفع مستوى العمر يرتفع مستوى الأسئلة أكتر صح ولا لا مستوى الطول للعمر لا لا مستوى الأسئلة لا ما شاء الله الطولة أنا أطول مننا حتى حياك الله طيب في خليفة سمي بخامس الخلفاء الراشدين هلأ الرابع علي بنبي طالب بس الخامس خامس كان في لقب له معروف يعني لنتيجة يعني شدة عدالته وشدة ورعه ومن هو حافيد سيدنا عمر بن الخطاب ولو عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر بن عبد العزيز بالضغط تماما تماما هو خامس الخلفاء الراشدين تماما تماما عطونا جائزة يا جماعة هاي الجائزة طبعا مبارك إن شاء الله من شركة الحمودي التجارية هياكم الله يهيك نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم متابعينا بمبرنامج مساء الثورة طبعا كنا من أرض مدينة حديقة التحرير مهرجان أسواق إدلب 2023 بيوم الأول طبعا اليوم تم الافتتاح كنا بجولة على عديد الأماكن شيء اللافت حقيقة أكيد الحضور المميز بيوم الأول برجع بذكركم أنه بكرا إن شاء الله رح نكون نحن بنفس التوقيت بحلقة جديدة ورح يكون عنا جوائز انطرونا يصعد مساكن ودائما وأبدا عبر أثير راديو الثورة السلام عليكم